بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه السلام وخاصة في زمن جائحة كورونا كثرت هاتي الأخبار التي تشير إلى شيوع موت الفجاء موت الفجاء هو موت كان يوجد في كل زمان ومكان ولكن شيوعه بهذه الطريقة في هذا الزمان أمر يستدعي إن شاء الله الوقوف عنده كثيرا فهل لموت الفجاءة وفشو الموت هل له إن شاء الله من دلالات أولا يقول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن يفشو الموت وخاصة موت الفجاءة لماذا يا رسول الله لأن الناس حينما يكونون غارقين إلى الآذان في وحل الدنيا غافلين عن الله وتسدوا آذانهم على سماع الموعظة وعدم تأثير القرآن في قلوبهم لردهم إلى جدة الصواب فإن الله تعالى رحمة منه لعباده يعطيهم موعظة أخرى وهي موت الفجاءة ليقرع سمعهم بخبر الموت لينظروا إلى الموت ليأخذ أعز الناس عليهم في لحظة مفاجئة حتى ينتبه أن هناك موت ولقاء لا بد لهم أن يحدث مع ربهم الذي خلقهم ليحاسبهم فالله تعالى سبحانه عز وجل جعل لنا واعظان الواعظ الأول هو واعظ صامت هو القرآن لكن القرآن في بعض الأحيان حتى والناس يقرؤونه ويسمعونه لا يؤثر فيهم فكم من تال للقرآن والقرآن ويلعنه لأنه لم يتطعظ به وكم من إنسان يسمعوا القرآن ولا يتطعظ والعياذ بالله فالله تعالى أنزل واعظا آخر وهو واعظ ناطق رحمة من الله لعباده وهو الموت والموت يصيب قلب الإنسان الذي أصيب في فقدان حبيب الله فيتأثر فيقول بالأمس كان معي ولدي يموت دون أي تكون هناك أي علامات للموت وبذلك يتذكر الناس يريد الله أن يخرقوا حجب الغفلة التي غلفت قلوبهم وظنوا أن الدنيا هاته هي خالدة مخلدة إذن لماذا فشوا الموت؟ لأن الله يريد للقلوب التي لم تتطعظ بالقرآن أن تتطعظ بموت الخلان والأحباب هذه الأولى الثانية لماذا يفشو الموت بهذه الكثرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا كثر الزنا فشافكم الموت أي قوم يشيع فيهم الزنا يفشو فيهم الموت لماذا بالضبط هذا؟ لأن فشو الزنا هو دليل على غفلة هؤلاء على نسيان الآخرة فالله تعالى يفجعهم ويفاجئهم بموت الأحباب حتى يتذبروا يرعوا يرتدعوا يعودوا فإن لم يعودوا حتى مع موت الخلان وأقرب الناس إليهم فاعلم أنه قد تودع منهم ولا خير فيهم فهذا هو إنذار من الله للعباد ثالثا ماذا نقول في موت الفجاءة؟ ما الذي يكون أفضل بالنسبة لمؤمن؟ حينما يشدد عليه الموت أو حينما يموت موت الفجاءة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نام على فراش الموت كان يضع يده في ركوة مما ويصبها على وجه اللي يشتعل حمى ويقول اللهم هون على نبيك سكرات الموت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن آخر ما يرفع من عمل صالح للميت من المسلمين هو سكرات الموت إذا فالله إذا أحب عبدا يشدد عليه عند الموت لكي يرحل إلى ربه وقد طهره من كل الذنوب إذا هل هذا أفضل أم موت الفجاءة؟ موت الفجاءة بالنسبة للمؤمن الذي يختم الله له بخير فهذه رحمة من الله لعبده لأن موته تنقله مباشرة إلى الجنان إلى رحمة الله إلى الاستراحة الأبدية لكن الغافل الغارق حتى الأذقان في الدنيا الناس لله فإن موت الفجاءة هو من أكبر الصواعق التي تصدم الإنسان بحيث يكون عاكفا على شهواته وعلى المعصية غافل عن الله فيجد نفسه وقد فوجئ بملك الموت بصورته العظيمة التي لا يثبت ولا يصمد أمامها أحد فيقتلع روحه فيجد نفسه في العالم الذي كان قد غفل عنه يقول تعالى وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ النقطة الرابعة ما الذي نريد أن نقوله؟ نريد أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من الذات واستعدوا للموت فقد يأتيك الموت في أي لحظة وقد يفاجئك في حبيبك وقد يفاجئك أنت فلا تنامن إلا ووصيتك تحت وسادتك لكي تلقى الله تعالى وأنت مستعد للقائه وقد ادخرت لذلك الموقف العظيم ما تعطيه حجة بين يدي ربك سبحانه عز وجل نسأل الله تعالى أن لا يفجعنا في أحبابنا وأن يرزقنا وإياكم حياة طيبة وموتة مباركة وصلى الله على حبيبنا محمد